اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بين عامي الفين واربعة والفين وثمانية وقال عن ميسي اصعب شيء في كرة القدم ان تحافظ على مستواك المرتفع لسنوات عديدة هذا ما يدهشني فيه وهذا ما يعد الفارق الاساسي بين ليو والبقية اما عن رونالدو فقال كريستيانو لاعب لا مثيل له ويعاني من مرض حب التدرب هو يريد ان يكون على القمة دائما ميسي لا يشبهه في تلك الطريقة واكد ديكو ان المقارنة بين كلا النجمين صعبة لان اسلوبهما مختلف معتبرا ان الرونالدينيو هو الافضل على الاطلاق الارجنتيني المعتز اللعب مع ميسي بالمنتخب وزامل رونالدو في ريال مادريد بين الفين وتسعة والفين واحد عشر وقال جاغو عن ميسي لا اعرف ماذا يمكننا ان نطلب منه بعد كل هذا سنطلب منه في اي لحظة ان يحضر لنا الشمس انه الافضل في العالم اما عن رونالدو فقال كريستيانو هو الاقوى بينما ميسي الاكثر مهارة المهاجم الارجنتيني لعب بجوار ميسي في المنتخب كما لعب مع كريستيانو في ريال مادريد بين الفين وتسعة والفين وثلاثة عشر وكذلك في يوفنتوس بعد ذلك وقال عن ميسي بالنسبة لي ميسي هو الافضل هو يثبت ذلك كل يوم وفي كل مناسبة اما عن رونالدو فقال كريستيانو كان احد اسباب رحيل عري المادريد انه لعب مغرور بدرجة كبيرة كان يغضب دائما ان حاولت انهاء هجمة بمفرد دون التمرير له الغرور عند كريستيانو عال جدا ان لم تخبره انه الافضل فانت لست صديقه رونالدو يعتقد انه الافضل في العالم لكنه في الحقيقة يبالغ لقد تشاركت غرف الملابس معه ومع ميسي الفرق بينهما كبير جدا نجم اخر جاور النجمين فقد لعب مع ميسي في منتخب الارجنتين ورافق رونالدو في ريال مادريد بين 2009 و2011 وقال عن البولغا نمتلك في الارجنتين اللعب الافضل في العالم وهو يمثل الكثير لنا وعن الدون قال كريستيانو اكثر من زميل واشعروا فعلا بالخجل كلما اقتربت منه وذلك بسبب نجوميته مارتين كاسيريس المدافع الارجواياني حمل قميص برشلونة برفقة ميسي في موسم 2008-2009 كما دافع عن الوان يوفنتوس إلى جانبي رونالدو لفترة قصيرة في 2019 لكنه لم يعلق من قبل على هوية الافضل بينهما فقد تحدث عن رونالدو عند انضمامه ليوفنتوس وقال لا يمكنني قول الكثير عنه لقد حظي بمسيرة رائعة انه يواصل اثبات نفسه كلعب في الكرة الايطالية ايضا مواطن رونالدو الذي حقق برفقته لقب اليورو الاول بتاريخ البرتغال عام 2016 لعب بجوار ميسي في برشلونة بين 2016 و2018 وعند سؤاله من الافضل اجاب هذا السؤال لا احب الاجابة عليه انا اكن لكل منهم احتراما كبيرا رونالدو قوي جدا ودوره فعال مع المنتخب وناديه وانا معجب به كثيرا اما ميسي فهو مثالي كلاعب يمكنه فعل اي شيء وكل ما هو غير متوقع انا محظوظ باللعب معه هنريك لارسون السويدي لعب بجوار ميسي في برشلونة وفي موسم 2007-2008 لعب كمعارن مع منشستر يونايتد ليوزامل رونالدو وقال عن المقارنة بينهما من سوء حظ كريستيانو انه جاء في زمن ميسي رونالدو لعب رائع لكن ميسي الافضل في العالم قضى البرازلي عامين بجوار ميسي في برشلونة وسبق انصرح بان البرغوث هو الافضل في التاريخ لكن بعد انتقاله ليوفنتوس في العام الماضي ليوزامل رونالدو تراجع عن تصريحه السابق واكد انه اصبح يفضل البرتغالي على غريمه الارجونتيني كما تخدث عن الفوارق بينهما وقال كريستيانو يعبر عن نفسه اكثر من ميسي لديه طريقته الخاصة في اظهار القيادة ميسي يفعل ذلك بالافعال على ارضية الملعب وبسؤاله حينها عن اللعب الذي يفضل اللعب بجواره بينهما اجاب ساختار كريستيانو نحن نلعب معا يلعب البرتغالي مع رونالدو في المنتخب وسبق ان رافق ميسي في برشلونة بين 2017 و2020 وبخصوص المقارنة بينهما رفض سيميدو تفضيل طرف على حساب الاخر وقال رونالدو رائع وميسي مذهل وكلاهما مختلفان لكنني افضل ان اختفض برأيي وعدم ذكر اللاعب رقم واحد في العالم كارلوس تيفز النجمولة ارجونتيني زمل مواطنه ميسي في منتخب التانجو كما لعب بجوار كريستيانو في مانشستر يونيتد بين عامي 2007 و2009 تيفز قال عن ميسي نحن نلعب كرة القدم ولكن ميسي يلعب شيئا اخر ولا يوجد اي لعب يلعب مثله سواء في الارجونتين او في برشلونة او في اي ناد اخر حقا لا يوجد لعب من هذا القبيل وقال عن رونالدو رونالدو لديه شخصية قوية محترف رائع ويتدرب كثيرا فرانشيسكو ترينكاو الجناح البرتغالي الشاب لعب مع ميسي في برشلونة بالموسم الماضي ويلعب مع كريستيانو في منتخب البرتغال وقال عنهما انا فخور للغاية بقدرة على اللعب مع رونالدو وميسي لكن من المستحيل ان اقول ايهما الافضل ميرالين بيانيتش النجم البوسني لعب بجوار ميسي في برشلونة بالموسم الماضي ولعب مع كريستيانو في يوفنتوس وعلق على المقارنة بينهما في وقت سابق بالقول انه شرف كبيرا لعب مع ميسي ورونالدو انه ثنائي رائع كريستيانو مذهل وميسي فضائي انهما اقوى لعبان في كل العصور لكن عند انضمام بيانيتشي لبرشلونة تحدث عن الارجنتيني قائلا ميسي افضل لعب في التاريخ باولو ديبالا ديبالا لعب مع رونالدو في يوفنتوس ويزامل مواطنه ميسي في الارجنتين لكنه يرفض اختيار واحدا منهما ورد بطريقة دبلوماسية قائلا من المستحيل القول من هو الافضل انهم على قدم المساواة مع بعضهما البعض ويتفوقان على اي شخص اخر وهذا هو الحال منذ عدة سنوات اشرف حكيمي النجم المغربي زامل رونالدو في ريال مادريد موسم الفين وسبعة عشر الفين وثمانية عشر ويلعب مع ميسي في باريس سان جرمان منذ بداية الموسم الحالي ولم يفضل حكيمي احد على الاخر لكنه تحدث عن الارجنتيني بالقول ميسي ابهرني شخصيا بهدوئه وتواضعه وسعيد للغاية انني اتواجد في نفس الفريق معه انه حلم لم اكن اتوقع حدوثه وعن رونالدو قال كريستيانو لعب لا يصدق اللعب معه منحني خبرة كبيرة ومتعة لقد سعدني كثيرا وكنت اتعلم منه دوما جيرارد بيكي مدافع بارشلون الحالي ترارع مع ميسي في اكاديمية لمسية وزامله في الفريق الاول منذ عودته لاحضان الفريق عام 2008 بعد انتهاء رحلته مع مان يونايتيد التي جاور خلالها رونالدو بين عامي 2004 و2008 ويقول بيكي عنهما ميسي يمتلك موهبة غير عادية انه ليس من البشر اما كريستيانو فهو لعب قوي بدنيا وهو افضل لعب بين البشر عن خالدي ماريا زميل رونالدو السابق في ريال مادريد وزميل ميسي الحالي في باريسان جيرمان ومنتخب الارجنتين قال عن المقارنة المذكورة على مدار مسيرة لعبت مع العديد من اللاعبين رونالدو لعب رائع ووحش داخل الملعب لكن اذا ما اخترت الافضل بين الجميع فسيكون ميسي يوما ما سأخبر احفادي ان جدهم لعب بجوار ميسي سيرجو راموس النجم الاسباني وخلال فترة مزاملته لكريستيانو رونالدو في ريال مادريد كان دائما ما يرى بان البورتغالي افضل من ليونال ميسي لكنه يقر بان الاخير احد افضل اللاعبين في التاريخ ومع مغادرته لريال مادريد في المركاتو الماضي وانتقاله لباريس سان جيرمان سويل في يوليو الماضي عن رأيه في ميسي وامكانية انضمامه لباريس سان جيرمان كحدث سابق للواقع الحالي فرد قائلا هو احد افضل اللاعبين في العالم ان لم يكن الافضل وانا احب ان العب مع افضل اللاعبين لقد قلت دائما ان ميسي سيكون له مكان في فريقي باعتباره نجم تربطني به علاقة رائعة رغم لعبي للريال وهو لبارشلونة كانت هذه اجابات ثمانية عشر نجما كانوا محظوظين بمجاورة ميسي ورونالدو معا عن سؤال من الافضل بينهما وانتم اصدقائي ماذا عنكم من تفضلون ميسي ام رونالدو ان اعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات